اشتركوا في القناة مصر هي دا اللوعة السينما المصرية الفنانة الكبيرة شادية اسمها الحقيقي فاطمة احمد كمال شاكر اتولدت في 8 فبراير 1931 بدأت موهبتها وهي صغيرة جدا لما كانت بتروح السينما وتتفرج على افلام الفنانة ليلة مراد كانت ترجع كل يوم بعد الفيلم او كده تقف قدام المراية تقف تغني وتقف تدندن وكمان كان لها اختها الكبرى عفاف بتشتغل في السينما في الوقت ده لحد ما الصدفة لعبت دور مهم في حياتها لما شافها المخرج حلم رفرة وقدمها في فيلم يعني دور صغير كده زي كومبارس اسمه ازهار واشواك قامت بدور يعني دبليرة لوحدة مطربة وهي كان بس بتتقف تفتح بقايا كده بس لحد وعجبته جدا بشكلها الجميل الرائع وكان عايز اختلاها اسم هدى ما كانش عجبها الاسم لاني في الوقت ده كان فيه المطربة الكبيرة نور الهدى فمرة كانت بتزور احد اقاربها خلفت بنت صغيرة اسمها شادية عجبها جدا الاسم وقالت انا هختل لنفسي اسم فني شادية وبالفعل راحت للمخرج والمنتج حلم رفرة وقالت له انا عجبني جدا اسم شادية قالها اسم جميل جدا وفعلا يعني اسم كان جديد في الوقت دوت وقدمها في فيلم العقل في اجازة مع الفنان والموسيقار محمد فوزي من هنا بدأت انطلاقة الفنانة شادية في عالم السينما وعالم الغناء كانت علاقتها باختها الكبيرة عفاف انها ممثلة وكانت متزوجة من الفنان كمالي الشناوي وكانت دايما الفنانة شادية حريصة على قصرتها ان هي تكون دايما قريبة منهم ومعنا اتصال اول اتصال في الحلقة مدام جاكلين اهلا بيك اهلا بيك ازاك يا معتدس اهلا وسهلا بحضرتك ازاي حضرتك الحمد لله انا عايزة اباركلك على البرنامج بتاعك الجميل ده مرسل حضرتك احيي مواضيع ممتعة جدا وانا عن نفسي بنبسط قوي لما بسمعه متشكر جدا لحضرتك النهار ده حلقتنا عن شادية يا ترى ايه احب الاغاني اللي بتحبيها ليها والافلام يا شادية فنانة جميلة يعني شاملة وليها حاجات كتير قوي حلوة احنا تربينا عليها الاغاني مثلا انا بحب قوي بسط الامر اه طبعا اه يسمراني اللون اه يقالك تسكن في حارتنا في ليها اغاني وطنية كمان حلوة قوي زي ايه بقى؟ زي ادخلوها سليمين مثلا اه اقوى من الزمان مصر اليوم فعيد الحاجات دي انت عارف اللي كانت بتصير الروح الوطنية والحماس للشعب العربي اه اكيد اه طبعا افلامها حاجات كتير طبعا الواحد مش هقدر اذكر كل الافلام يعني على ما اتذكر فيه المدأ زقاية المدأ اه طبعا اه شيء من الخوف اللص والكلاب اه لا تسألني من انا اه كان اخر افلامها وكانت متقلقة جدا في دور الام لان غيرت جلدها وقدمت دوره يعني بتميز ما حصلش قبل كده اه كان ممتاز جدا طبعا ومش هننسى من رأيه وسكينة المصلحية الوحية المصلحية الوحية بشكر حضرتك جدا على المتابعة ومرسل لمكالمة حضرتك وان شاء الله الحلقة سنال اعجابك مرسل حضرتك وكانت حياة الفنانة شادية حياة يعني بسيطة وسهلة جدا لكن فيه ازمة كبيرة حصلت في حياتها هو وفاة اخوها طاهر اخوها طاهر ده كان كل حياتها وكان قريب منها جدا جدا لما توفى فجأة يعني هي الحقيقة تأثرت جدا من جواها وكانت حزينة لفراؤه لان كان هاي ده صرته على الشاشة الاول مرة بتعرض على الشاشة كان قريب منها جدا جدا وكان يعني من اهم الشخصيات في حياتها كان اخوها طاهر ده ملازمها خطوة بخطوة في كل حاجة والفنانة شادية تقلقت في الافلام الغنائية وقدمت دوتوهات جميلة جدا مع المسكار محمد فوزي ومحدش ينسى فيلم انت حبيبي مع الفنان الكبير المسكار فريد الاطرش واغنية يا سلام على حب وحبك وزينا والله زينا الاغاني اللي كانت نجحة جدا جدا في الافلام السينما المصرية وايضا مع النجم الكبير العندليب الاسمر عبدالحليم حافظ قدمه مع بعض تلات افلام من اجمل الافلام الغنائية في السينما المصرية اولها كان فيلم لحن الوفا وقدمه يعني دوتو لحن الوفا كان نجح جدا وفيلم داليدة وفيلم الجميل جدا مع بودة الجماهير واغنية حاجة غريبة اللي حد دلوقتي كل الناس بتحب تسمعها الفنانة شدية في حياتها الانسانية تزوجت اربع مرات الزوج الاول كان الفنان والنجم عمد حمدي والزوج التاني المهندس عزيز فتحي والصحف الكبير مصطفى امين واخرهم كان الفنان سلاحظ الفقار اللي يعني الحقيقة عملوا مع بعض سلسلة افلام من انجح الدوتوهاد في السينما المصرية زي فيلم عفريت مراطي ومراطي مدير عام واغلى من حياتي اللي الناس كلها اتعلمت الرومانسية من فيلم احمد ومونة اللي هو فيلم اغلى من حياتي لكن الزوج التاني اللي هو عزيز فتحي للأسف يعني علاقتها بي كانت متوترة جدا ويرفع عليها قضية وطلبها في بيت الطاعة وما قبلش ان يطلقها بالسهل الا بعد ما اخد مبلغ مدي كبير جدا وكان لها فنانين كتير قريبين منها دي صلتها لأول مرة بتعرض مع الصحف الكبير مصطفى امين الزوج التالت للفنانة الكبيرة شادية لان تزوجوا بس مش كل الناس تعرف انهم كانوا متزوجين الا المقربين منهم في حياتهم الفنية او الشخصية والفنانة شادية كان لها اصدقاء كتير جدا في الوسط الفني زي الفنانة تحية كاريوكا زي النجمة الرحلة مريم فخر الدين والفنانة مديحة كامل انا جايب لحضراتك صورة لها بعد اعتزالها مع الفنانة مديحة كامل في فرح بنتها مريهان ياريت نعرضها على الشاشة دلوقتي معنا اتصال المخرج الكبير الاستاذ عمر زهران اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك ازايك ازاي مؤتز ازاي صفتك الحمد لله ازاي حضرتك عامل ايه انا الحمد لله بخير ربنا برد فيك الله يخليك النهار ده حلقتنا عن ذكرى رحيل النجمة الكبيرة شادية حضرتك قدمت كليب جميل جدا من اخراج حضرتك اللي هي اغنية اللهم اقبل دعاية وقدمت الاداء التمثيل الفنانة شهيرة كلمنا عن هذه التجربة هو انا الحقيقة قبل ما اتكلم عن التجربة عايز احييك انت شخصيا استاذ معتز لانك يعني رغم انتمائك الى الجيل الجديد اللي هو يعني الى حد ما متهم احيانا بانه بعيد كل البعد عن يعني عن هذا الجيل بكل عظمته وكل روعته انه دوما يردد البعض بانه الاجيال الجديدة لم تعد تستمع الى الفن الاصيل او تهتم برموز الفن زمن الفن الجميل زي ما بنقول بس انا بتابعك متابعة جيدة جدا مرسيل حضرتك وانا سعيد ديك للغاية لانك بالساعة اللي بتوديك من خلال حكاياتك ومن خلال المادة اللي انت بتقدمها فبجد حقيقي برافو يعني بقصني على اللي انت بتقدمه جدا متشكل لحضرتك دي شادعة تزي بها جدا مرسيل حضرتك يا ربنا يخليك اما بخصوص الكليب اللي انا قدمته بالفعل انا كنت بحب الدعاء ده جدا 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 وكان فيه تنبيه صدق غير عادية وكان اهدهولي في تسجيل نادر الملحن الكبير اللي ستسكلمي بطر وجاتني الفكرة باني اه اعمل صورة مساقبة للكلمات لحياء الدعاء لانه كان الحقيقة نادر وقتها ما كانش بيزاع كتير ما اعرفش ان كان وقتها كان موجود في الازاع او لا لا يعني وفجئت الحقيقة بانه بعد ما عملت الكليب واسماء ما كنت ممنتج وقع اختيار المرحوم اللي ستسعى منها امسعد اللي هو كان الحقيقة في يقدم هذا المعارجان سنويا وكانت المفجأة الكبرى انا اتذكر كلمة لتهالي النجمة الجميلة نبيل عبيد لانها كانت في اللجنة اللي بتقيم الاعمال هي اقول له لأستاذ الملحن الكبير محمد سلطان قالت لي بعد ما شاهدنا حوالي ما يكرب من الفين كليب قالت لي لما تعرض الدعاء قالت لي كنت ترمي لابرة دين واحنا عادين كلنا مستولى علينا صمت رغيب ومش متخيلين وكنا اول مرة كلنا نسمع هذا الدعاء الديني ومشكورة طبعا للفنانة الكبيرة اه سهيرة وفقت ورحبت بانها تكون يعني الصورة المصاحبة للغنوة يعني للدعاء للدعاء اه وحصلت على الجايزة الكبرى في هذا المهرجان وكانت اعلى جايزة الحقيقة بيتم تخصصها اه للدعاء واعتقد انه وصلت نرسالة عظيمة وقتها من الحجة شهيرة من الحجة شادية للحجة شهيرة بقى قالت لها يعني يشكر لي عمر زهران مكتر جدا 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 ويقول له ربنا يبارك في عمره وطلبت لني اني اعمل مجد من الادعيات الدينية بتاعتها واكدت ان هي قدمت ادعيات دينية كتير وكانت نفسها تشوف ده على الشاشة الخيارة هو الحقيقة الكليب كان نجح جدا وجميل جدا وحقيقة فكرة جميلة جدا وحضرتك احسنت الاختيار ودايما موفق في كل اختياراتك المخرج الكبير عمر زهران بشكر حضرتك جدا على مكالمتك الجميلة دي الفنانة شادية تألقت في العديد من الافلام والادوار القوية جدا محدش ينسى ابدا دورها العظيم في فيلم شيء من الخوف فؤادة والاداء التمثيلي بالملامح المصرية والمكياج الصعيدي الجميل وايضا فيلم ميرامار واللص والكلاب اللي قدمتهم كممثلة فقط ما غنتش فيهم ولا اغنية الفنانة شادية يعني كانت ممثلة عبقرية الى جانب ان هي كانت مطربة عظيمة جدا وفيلم التلميذة كان من ابدع الافلام اللي هي قدمتها وايضا الافلام الكومودية زي مراطي مدير عام وحفريت مراطي وفيلم بنات حوة مع النجم الراحل محمد فوزي وكان اخر فيلم سينمائي للفنانة شادية لا تسألني من انا ووفقت تطلع ام لنجوم كبار زي الفنانة الهام شاهين والنجمة يسرى والفنان هشام سليم وكان فيلم ناجح جدا جدا ايضا الفنانة شادية قدمت مجموعة من المسلسلات الازعية زي وجفة الدموع وصبرين والشك يا حبيبي وقدمت كافة الوان الغناء يعني مثلا محدش ينسى ابدا الاغاني الوطنية زي اغنية يا حبيبتي يا مصر وادخلوها امينين وامان عليك امانة يا مسافر بورسعيد كانت في كل المواقف حريصة ان هي تقدم اغاني اغاني مناسبة للموضوع اللي هي بتقدمه وقدمت مسرحية واحدة هي رايا وسكينة تأليف المبدع الكاتب بهجة امر وكانت مترددة جدا على هذه المسرحية لان موجة الجمهور كل ليلة دي شيء صعب جدا ولما شافت النجاح الجميل يعني شجاها اللي هي تقدم العرض اكتر من سنتين بنجاح وسفرة الدول العربية وسفرة مهرجانات والفنانة شادية يعني كانت مبدعة جدا مع الفنانة السوري البابلي وتعاونت ايضا مع الملحن بليخ حمدي كان يعني بترتاح جدا للعمل معاه هو اللي لحن كل اغاني مصرحية رايا وسكينة اللي احنا كلنا حافظونا لحد دلوقتي اللي هي اغنية مثلا شبكنا الحكومة واغنية حبك جننة ياسمك ايه والدور الدور الاغاني اللطيفة اللي تقدمت ايضا الفنانة يعني شادية الله الرحمة قدمت اخر اغنية لها الاغنية الدينية اللي هي تأليف الشعيرة علي الجعار ولحن عبد المنعم البرودي سنة 1984 اغنية خد بايدي الاغنية الدينية اللي بتمس قلوبنا كلنا لما بنسمعها لان احساسها كان صادق جدا جدا وهي بتأديها وكانت اغنية يعني في الليلة المحمدية كانت استار كانت اخر قبلية الجمهور بيسقف عايزه اتعاد حوالي ست مرات في الحفلة مفيش نجم حد عمل معاك كده من الجمهور لان كانت هي بتغني بصدق اي اغنية بتحستها سواء اغنية وطنية او دينية وكانت دي اخر اغنية قدمتها على المسرح وبعدها كانت علاقتها قوية جدا بالشيخ محمد متولي الشعراوي وقالت له حاجة انا يا مولانا من بعد اغنية خد بايدي معانا اتصال ألو أستاذ ميلاد اهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مساء النور اهلا بيك ازايك أستاذ معتز الحمد لله اهلا بحضرتك عامل ايه برنامج حاجات فنية برنامج مصمر جدا بيفكرنا بالزمن الجميل مرسيل حضرتك وكان فيه ساعتها تمثيل واخراج وغنى من النوع الفريد الممتاز مرسيل حضرتك على كلام الجميل ده وحضرتك طبعا يعني شاب مكتهد وانا ببقلك مستقبل ان شاء الله جميل يعني مرسيل ربنا يخليك النهار ده حلقتنا عن ذكرى الفنانة شادية ترى متابعنا من الاول اه طبعا مرسيل ايه اجمل الاغاني اللي بتحبها للفنانة شادية لا طبعا الفنانة شادية حد عملاطي يعني مسرح مع ناس كتير جدا زي صلاح ذو الفقار قديد لطرش رشد قبازة شكرا سرحان وعد بقى حضرتك كتير جدا طب ايه ابرز الاغاني طيب اللي بتحبها لها طبعا الاغانية المشهورة جدا يا حبيبتي يا مصر دي من الاغاني الخالدة يعني ما فيش شك طب بالنسبة للاغاني الرومانسية او العطفية بتحب ايه بقى اه لا في حاجات يعني زي مثلا حاجة غريبة مع الفنانة الكبير عبدالحليم حافظ وطبعا الاغانية يعني الصور فكاهية الى حد ما يا سلام على الحب وحبك اللي كانت بينها وبين العملاق فريق العطفية اكيد طبعا وبالنسبة بقى للمسرح بتشوف تجربة المسرح لما قدمت مع الفنانة سوري الباب لراوس كينة التجربة المختلفة هل شايفة تألقت ايضا فيها؟ تجربة على المسرح ولكن الخالدة طبعا في زهن المصريين كلهم طبعا راوس كينة ما فيش شك اه بشكر حضرتك جدا يا أستاذ ميلاد على الكلام اللطيف والكلامك الجميل للحلقة وتابعنا بقى مرسل حضرتك فعلاقة الفنانة شادية في الفترة الأخيرة كانت قريبة جدا من الشيخ الشعراوي بعد ما اعتزلت وكانت تمالي بتسأله في أمور الدين والدنيا لدرجة انها قالت له انا قررت اغني اغني دينية بس ومش عايز اغني اكتر من كده بس لكل ما اجي احفظ اغنية بنساها مش عارف احفظ اي اغني خالص بعد ما كنت بحفظها من اول مرة فاعمل ايه مولانا بفكر اعتزل يعني شجعها وبالفعل اعتزلت الفن ورفضت تماما الظهور في اي عمل فني وهي محجبة او غير كده الجميل بقى ان بعد اعتزالها منستش ابدا زملائها يعني الفنانة سامحة توفيق اللي كلنا فاكرين دورها الجميل في مسرحات راو سكينا الهابلة العبيطة المبادوي كانت مرت الفنانة سامحة توفيق في اخر حياتها بازمة صحية وازمة مالية اللي وقفت جنبها هي الفنانة شادية وايضا ابن الفنان عماد حمدي الاستاذ نادر كان اصيب بالقلب وكان محتاج عملية وقفت جنبه وكانت بالنسبة له كأنها ام لان هي ما انجبتش كان بيحصل حاملة اكتر من مرة بس للأسف ما كانش بيكتمل وكانت تمالي مع الفقراء والناس المحتاجة ما بتتأخرش عنهم ابدا ابدا وفي لفتة جميلة جدا لما كانت في المستشفى في ايامها الاخيرة سيادة الرئيس وزوجته السيدة انتصار زاروها في المستشفى لان صوت مصر هو الفنانة شادية واتطمينوا عليها ووفروا لها كل حاجة هي محتاجاها وللأسف توفيت الفنانة شادية يوم 28 نوفمبر سنة 2017 عن عمر يناهز 86 سنة كان لها يعني في حياتها الاخيرة النشاط اللي احنا عارفينه الخيري كانت عاملة دار لحفظ القرآن الكريم وكانت مقربة جدا من الفقراء وكانت وصيتها تطلع جنازتها من السيدة نفيسة ودي صور لأول مرة بتعرض من الجنازة وفيها يا جماعة صورة لأزواجها ياريت نعرضها على الشاشة عشان الناس تشوفها تاني مع الفنان عماد حمدي أثناء زواجها منه ومع الفنان سلاحظ الفقار اللي كونه صنائي ناجح جدا معنا الصور يا جماعة بعد إذنكم تمام ده الفنان سلاحظ الفقار اللي حتى بعد انفصالهم ظلوا أصدقاء وكان بينهم كل احترام وتبادل يعني بتسأل عليه وبيسأل عليها وولاده كأنهم ولادها بالضبط كانت أمنية الفنانة شادية إنها تنجب بس للأسف ما حصلش إنها أنجبت لكن كانت بتعتبر ولاد إخوتها الأستاذة ناهد أو أي طفل أو أي حد من الأسرة كانوا هم ولادها وكانوا معاها لحظة بلحظة لآخر يوم في حياة الفنانة الكبيرة شادية ده زوجها عماد حمدي وأقدمه مع بعض أجمل الأفلام محدش أبدا ينسى الفيلم العظيم المرأة المجهولة قدمت دور سيدة عمرها سبعين سنة وهي كان عمرها لسه تمانية وعشرين سنة وقدمته ببراعة لأنها كانت فنانة من نوع خاص بتتكمس الدور بتتكمس الشخصية وكان أداءها صادق جدا في أي عمل بتقدمه وأيضا برضو في الأفلام اللي هي قدمتها الكومودية زي الزوكس الثلاثة الثلاثة كان يعني فيلم نجح جدا مع النجم الكبير رشد أبازة فلما نيجي نشوف تاريخها السينمائي لها كل المراحل البنت الدلوع الشائية وبعدين فترة النضوك وبعدين فترة الأخيرة لما قدمت وتقلقت أيضا في دور الأم يعني الحقيقة لما نزل البرومو بتاع الحلقة عن الفنانة شادية لقيت اتصالات كتير من الناس وبالعالم العربي مبسوطين جدا أنه هنقدم النهاردة في حكايات فنية حلقة عن الفنانة شادية اللي هي تاريخ حافل من الفن والأعمال الخالدة المتميزة المحفورة في قلوبنا دي مجموعة صور للفنانة شادية في مراحل حياتها المختلفة وهي بنت الشائية لحد فترة النضوك لحد آخر سورة لها قبل رحلها بشهور قليلة والفنانة شادية اسم وعلامة في السينما المصرية مش هننساها أبدا ونبدل نذكره باستمرار لأنها رمز كبير للفن الراكي الفن الجميل قدمت كافة الأنواع من الأفلام والمسرحية الجميلة ريا وسكينا مش هننساها أبدا وهتفضل عايشة جدا في قلوبنا بأعمالها الخالدة وأغنيها المتنوعة الفنانة بقى صور البابلي كتعلاقتها جيدة أيضا بمنازمة الصورة الجميلة اللي احنا شايفينها من ريا وسكينا كتعلاقتها جيدة جدا بيها أيضا في الفترة الأخيرة مع الفنانة الشادية وأيضا كتت مقربة جدا منها الفنانة شهيرة لأن الفنانة شهيرة كانت معروفة عنها في الوسط الفني كله اللي هي دايما بتسأل على النجوم والنجمات الكبار ومحدش ينسى أبدا أن أول بطولة للفنان محمود ياسين كان فيلم نحن نزرع الشوك مع النجمة شادية ونجح نجاح غير عادي مع الفنانة شادية أيضا الفنانة شادية كانت بترتاح جدا للعمل مع مخرجين كتير زي فاطينة عبد الوهاب زي المخرجة الكبير حسين كمال أصرت اللي هو اللي لازم يخرج مصرحات الرايا وسكينا كان فيه بينها وبينه يعني تفاهم وكانت بتطمن للعمل معاه لأنه كان فاهم شخصيتها وهي فاهم شخصيته واسلوبه وكانت بتشجع برضو المواهب الجديدة يعني الأستاذ محمد علي سليمان الملحن قدمته في أكتر من أغنية والشاعر الكبير صلاح فايز كان نجح جدا معها بعد نجاحه مع محمد فوزي قدمت معاه أغنية من أبدع الأغاني هي أغنية الحب الحقيقي وأيضا الفنان المبدع المؤلف الشاعر محمد حمزة في أغنية آخر ليلة كانت من العلامات ونقلة كبيرة في شدية أن هي تقدم الأغاني الطويلة كلنا تعودنا على الأغاني الخفيفة اللي كنت قدمها في الأفلام لكن لما قدمت على المسرح أغاني قوية وأغاني طويلة نجحت نفس النجاح اللي قدمته في الأغنية الخفيفة اللي هي الشبابية وأيضا ما حدش ينسى برضو مع الفنان الموسيقار سيد مكاوي يعني تعاونت مع كل الموسيقيين وكل المؤلفين الجيلها والجيل اللي بعده كانت يعني بتحب دايما تشوف الطاقات اللي احنا بنقدمها معنا اتصال تمام للأسف وقت حلقتنا خلص بس الكلام عن الفنانة شادية ونجوم الزمن الجميل ما خلصت أبدا وأنا بشكر كل اللي بيتابع برنامجنا حكايات فنية وبشكر كل حد بيكلمنا بنعتزل للاتصالات للأسف وقت حلقتنا خلص معلش بشكر كل حد بيتابع برنامج حكايات فنية وبشكر كل الرسالة اللي بتجيني من أصدقائي في مصر والعالم العربي عالم طبعتهم برنامج حكايات فنية انتظرونا الأسبوع القادم من حكايات فنية الساعة 2 على قناة السحة والجمال بشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر